جيل اليوم كل خميس متناشر متناشر ونصدع نهار مع أمين قسوم على جيل أفام جيل اليوم جيل اليوم جيل اليوم جيل اليوم عندهم أحلام عندهم إراطة عندهم طموح عندهم مشاكل وعرقين وعندهم تحدي لكل مستحيل جيل اليوم جيل اليوم هم أنتم ونحن هم هم جيل اليوم جيل اليوم برنامج يهتم بقضايا ومشاكل وأحلام الشباب كل خميس متناشر متناشر ونصدع نهار على جيل أفام جيل اليوم مستمعات مستمعين إداعة جيل أفام أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم معنا ضمن هذا العدد الجديد من برنامجكم جيل اليوم برنامج جيل اليوم مستمعين دائما عبر إذاعة جيل أفام هو برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم خميس بعد الموجز الإخباري لمنتصف النهار وعلى مدار نصف ساعة من الزمن برنامج جيل اليوم مستمعين ومن خلاله نستضيف لكم كل أسبوع شاب ينشط في مجال معين وسيكون لنا الحديث معه حول مسيرته كيفية تتحديها للصعوبات وكذا نجاحاته كما نسعى للتعريف بقدرات ومهارات الشباب الجزائري في مختلف المجالات وعبر مختلف مناطق الوطن ضيف برنامج جيل اليوم لهذا الخميس هو حمزة لتيم حمزة لتيم هو ناشط بمؤسسة متخصصة في مجال الإعلام الألي وكذا التكنولوجيات الحديثة بداية حمزة مساء الخير نشكرك الله يسلمك لك لك لن نكون معك اليوم هنا واني هنا اشترك بش متل راحي ومتل الشركة تعلاني فيها إن شاء الله مرحبا بك معنا مرة أخرى حمزة لتيم وسيكون لنا الحديث معك إن شاء الله من خلال برنامج اليوم نعرف مصارك المهني وكذا أشياء التي تقدموها في هذا المؤسسة على الاعتبار أنها مؤسسة شبانية بدرجة أولى تتكون مئة في المئة منها من الشباب نذكركم أنتم مستمعين أنه يمكنكم التواصل معنا دائما وهذا عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج جيليوم كما نذكركم أنه يمكنكم الاستماع للأعداد السابقة للبرنامج لمن فتته وهذا عبر الموقع الرسمي للإداعة الجزائرية وإداعة جلافة إذن بداية حمزة مرحبا بك مرة أخرى حتى نضع المستمعين الشباب أكثر في الصورة من هو حمزة ليتم حمزة ليتم سانجون اللي عنده 33 سنة نحي يبارك يبارك في أمارك لزوريجينتا ومن ولاية عن نابا نحيوا ناس عن نابا بمونسابه لأي سلمك مرسي أعطيك الصحة دونك فقدرت انفورميسون في الجميع عندي على باز لسانس لسانس جيرودي كادميستراتيف علوم قانوني وإدارية لقدرتنة الكاتب ويمكنت في student particوى في الأمام جمع المعارك وكذب ملطنية فمم يؤمن المساعدة تبع للخروج من الجميع لقدرتنة ويمكنت تساوير من المساعدين في كل شيء المساعدة لسانس معا ومن الكثير كانت في الأمام في الآن لستخدمي بعض المساعدة من الماعدة من المساعدة بكثير من المساعدة ومبير مني ايطاليان لأنني أردت في مكان في إطاليا مهات الشيخ لك لكي تتعلم هذه اللغة نعم لأنني أحبتها و حيث في عام و المنصر لكي ندخل في تكنولوجيا و حيث أنا أعمل في ماركيتينج حمزة تحدثت عن قرية العلوم القانونية و بعد توجهت إلى كل ما هو ماركيتينج تسويق إلى غير ذلك إلا أنه نشوفه وتحدثت عن تكنولوجيا الإعلام والاتصال حكينا شيء العلاقة اللي تربط حمزة ليتين بهذا المجال مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال داكو أنا جتو كاش با كي ديت الباك عدرت دا دوا نعمال سيتي با حاجة اللي خيرتها لابخميق دي شوز مي بامي هادوك الوقت هادوك دوميلة سنك دوميلة سيسس كانت هادوكيه وش توفرت لي باش نقراه سلون الموايين تاعي حسب المعدل حسب اللي شوالي مدوهم لي كلش دونك قريت دروة كنت حبيت حاجة دخراه باش نبدل حبيت حاجة فلا تكنولوجيا حبيت حاجة فتسويق ما كانتش متوفرة دوروف في هاداك الوقت في الميباكسيدي باش نبدل دونك حطيت تراثي في أبرد الواقع ما حبيتش نحبس لازيت يتاعي حبيت نكمل حبيت شعب الوالي في دوسكي دومان جوريدي واندميسخاتي في علم القانوني دونك كبلت قريتلي كة 30 اعي زدرت كابا الحاجة اللي كانت انفليونساتني باش نكمل القرايا في ذاك الوقت في القانون هي كنت بكو بلوس بخاتيك سيكو نحب لرياليتي تالي شوز سي تدير كوت نقرأ في الونيفرسيتي وممتون كوت نحضر الجلسات دونك كوت نحضر الجلسات في التخيبونالي تو كوت نشوف حوايج اللي تب دير كمحناش نشوفهم في الونيفرسيتي ما نقرأهمش دونك جانب تطبيقي يكمل الجانب النظري ايكزاكتما الجانب التطبيقي هدايا هذي وش خلتني نكمل لازي تتعي في علم القانوني والإدارية ومبعد كنت بربي كملت درت دوكابة وبدأت نخدم خدمت في الترانزيت الترانزيت ماريتم جي تتبند من ممان عن كنسيج جريدك في الترانزيت ماريتم ومبعد كنت تتو جور نخدم كنت ديم عندي رغبة بيش نخدم في حاجة في التيران سيكو في التيران بسكو جانبت تخو الخدمة في البيغو دونك خدمت فيها وممتون كما قلت لكم قبل كنت ندير ديزيجود وممتون وممتون كنت نقرأ في الانسيم كنت ندير لسانس كوميرسيال دونك كنت ندير حاجة لفقيمة وكنت نحس بلا يديكي لني حبا وكنت حمزة كنت تخدم وتقرأ في وقت واحد كنت نقرأ ونقرأ سيكو كنت نقرأ ندير لدغوة وممتون نقرأ ندير لسانس كوميرسيال في الانسيم كانت نورغانيزي وقته بسكو يعدك المومات في التروا كان عندنا شوية وقت فارغ وانتقدر ما ترحل لكو وقت قرأت تقلر نتيد دونك كانت عندي دي مومات فيد وانقدر نيكيليبرا الوقت تاعي ما ممكن بديت نخدم كنت كميلت القرأتي في الانسيم في السانس كوميرسيال ما جيبالا شي خدمات اي كنت نكمل نخدم ويكو يتو وممتون اي فو جيو لدي بلان بتاعي بدأوا يبانوا لي دي سوى بورتونيتي ولا كم يقولوا كانوا يبانوا لي مسارات بش نقدر نتابليك فوشني حبانايا يعني فورس فورس فوالا دونك امومات حبيت ندير انستو حبيت نحوس على حمزة المل داخل تاوشا وحب هو حبست امومات هذه الخدمة تاوشا جيرويدك اي بدلتهاب وان رحت قدرت نخدم في توسكي كوميرسيال لسانس كوميرسيال دونك سياد خدمت اوك دي سانتخدمت اوك دي سانتخدمت اوك دي سانتخدمت ملتناشنال مالا في مدال تسويق في مدال تسويق مالا اوك دي سانتخدمت 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 يبدأ يخبم موش من فليرة اللي ديرها اللي حي يلقى بها خدمة لغدوة سيكو كان دي فليرة يقولك هذي كان فيها خدمة هذي ماندي من دي لبها في تزاير ودون وكالكو صورت تلقى عندهم امباق دو رياليتي سيكو فراما امباق دو رياليتي انا سنسرمان مانكذبش إليك فاداك الوقت كنت نخبم كيف هم صوف كو خبممت بكيميقول وشني حبانا بلوك اختاعي قبل من كليش مثلا انا كنت بكريك كنت حبيت نقرأ كنت حبيت نقرأ ليسونس كوميرسيال مثلا علم التسويق وكنت حبيت نقرأ انتك بخيطايا بغد كنت نحب ليلعوك عندي عندك مويل بشتعلب الوقت انا هذيك الوقت اعطوا ليشوا درواء وين كانوا بالزاف الناس يقولوا لي غير متبدلش ملاحة درواء تلقى بخدمات درواء الافوكاة وينتو دونك انا كملت فيه في ذاك الوقت بغلال ماما بسك كنت جيتي اوبليجي ما حبيتش نضيع وقت انا تاني مع العلم باللي ديعت دوزان في الباك دونك بنتلي باللي ديجار راحو دوزان من حياتي الفو بانزيد نضيع درواء ونحبس الحمدوليلا حبيت الحمدوليلا ديت الباك وكلش ونرمال كملت بانزيد نصيحة تايلينا قول المصيحة دوزان مكذوب تلتكوه دوزاني جاقد أنك هذي من خلل المترجم للقناة كما كان يقول لي أنا كي نشوف واحداً إليمان نلبس له بأمال دو كاسكات نلبس له بأمال دو كاسكات سيطاديغ دو كاسكات نقدر زمان في علم التسويق فيه مجالات ومجالات يعطيك بأمال دو مجالات يعني ما لانو يتكل عليه في مجالات أخرى وبعدها هو يقدر يشوف في فيزيك وش انتايا اللي بلو فوق في حاجة سيطاديغ انت كاباب تشوف رحك باللي رك مليح في علم مثلاً في علم القانونية لأنك كاباب تشوف اتخ اكسيلون في دو خيشوز في دو خيشوز فوق انتا ما سيئتش قادرت غير تترنغاج تلقاب لعندك اندان عندك موهبة لانتا مالبالك شبيعه لذلك أنا بغل المومن بش تعرف روحك ولا بش كتش تتووف امام تلقى روحك أنتايا فأحبك أن تجد تجد أن تأثير مثلاً بشكل أولاً وك longevity شكل عام. الآن معك حمزة اليتيم دائماً نروح إلى بدايتك بهذه المؤسسة. حمزة اليتيم هنا كان درس علوم القانونية كان تحصل على لسانس في تسويق في مجال التسويق وندامج في هذا المؤسسة. كيف كان بدايتك مع هؤلاء الشاب؟ دعوة. فقط الأولى، لسانس تاريك أن تفعل علوم قانوني والإدارية. نعم. وكان عندي عن ديبلوم عن إكيبالان دياس en سانس كوميرسيال. دعوة. كيف فش ندامج مع هاد المجموعة. هاد المجموعة كانت ديجا بدايتهاه، هااااااااااة انконتاكت دينادينة من أميه مواسة. ان تنبع شراء كما تنبع بشاركا. المجموعة تعرفني أو تعرفني وعرفني كافية. نحن يدرسل لك على الإدارة. نحن نشوفه فيه من الوقت ويطو لذلك نحن نشوفه وليس لنكون معهم في هذه الكيب كما قدت ولمقبل أعطي رسك لكن رسك في الأمام شيئا نحن نبدأ مجبدا في الدبات نحن نبدأ فيها تتحدث نبدأ مجبدا في المدينة حاجة جديدة حاجة ما كانت ثم نقوم راهي أنا من المول ونحن نكون بمي أمي الأمام المنصي سخف الشركة التي نقدرنا نطلعها دونك بديت معهم بديت معهم. إيه كانت سانت؟ سانت الفين وتمنطاش الفين وتمتاش. فأنا ص θα بديت معهم. ظلاء. دونك بدنا بريفاني عطوني كلش فهموني وش كين وش ليز اوبيكتيفة عنا وش رح يكون وش سرح ندير ويثو. دونك ووالا محمد انكل كوميرسيال. محمد انكل كوميرسيال كونتانايا الى كسويني بتوسكي تيران. عبر شاركة. زم اوش يكون عندي المغاربسات والمغاربسية والمغاربسية التي يتخلقها نتستجار كاملة المبادرات التي أخترت بها وتبغيّ دلقار هو ذلك عمنا فيقبر كما نتبغت لدينا هم يعطلونونونونونونيونونونمون بوجودينونونونونونونة أبداً لدينا فقط جديد لدينا أجب تثير من أعطلين نهو مجتمع سنة المنزلة المعركبة سنة المنظلة لمن dependeعات من إيت اي تي سي تو سكي يديفلوبر اللي يرم يتعبوا اليه اليه لانهار بش على هاد الـ نوفال تيكلولوجي تيديو تطبيقات ايكزات الموضوع الى الدباعتمان وخياء اللي راهو يبين في شركة في الريزواص سوسيو الفيسبوك الاسطانجرام لكي دينك اي تو دو سكي فيزيوال والدباعتمان ماركوتينج نحن نسيو في المخشيته تسويق نحن يا الله سيخفاص تعلوم مخشيت التسويق كيفاش نمشيوها وكيفاش ندخلوها للشعب هادي كل خميس ليس 12 نوم أو نستعا نهار مع امين جسوم على جيل فام الورغة في الحديث عن المؤسسة كنت او شرفتم على اطلاق تطبيق اشتركوا في القناة 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 قبل ما ندى باسي ولهادي عندك تقدر دير داي زاغي فى طريق ثانى قال انا انا راح من الاططيف انا حبس فى البرج دوك تقدر تمنسوني هادية بل يحبس فى الولاي فى طريق فى الانية ولحبس فى طريق فى الانية و بعد يتعطيك لامان لابليكاسى كمبين دى اشخاص تقدر تفلمك فى طونوبيل قانت تخير تحدد تحدد العدد تى الاشخاص تقدر تهز زامال سيارة ترفد اربع اشخاص تقدر تهز البلاي سفيرة باعات تقدر تتعطي فى طويلة تربع اخرى و بعد تضيف الوحيد دى السيارة تضيف البلاي سيارة مالا يتتعطي المنزل مثلا عن سيارة مثلا قعد السيارة الفلانية النوعهاته لأكلهاته هذه هي اكيما تقولوا مخصصين للسيارة باش هكذا بعد ماملو كليان كي يشوف يعرف هادا الانسان اللى راح معه ووش من الطونابيل ملحقه و بالنسيار يكون عنده الاختيار و وعلا يكون عنده الاختيار طريقة الوقت لتساعده و بعد تلكميل ثم تضيفه وضيفه على المعبة يتجهون الجليل والوقت بالفضل تستطيع الاشتراكي يتستطيع الطعام بالمعبة فلا يشفع كثيرًا وعندما الشخفيرoo والوقت الحديث مثل يتجهون على الطعام تستطيع الاشتراكي لا يحصل على المعبول تدخل مثلا واحدة وحبه يروح مثلا السطيف يدخل ميلياغو يقول أسنان نشوف مع شكل الناس مبروبونزين لتخارجي يدخل البواندو دي باختها والجي وانا وراحل السطيف يدير الشارش يخرجون للناس قالهم راحل السطيف هذه حمزة ليتيم يعني بشكل عام فيما يخص تعريف بهذا التطبيق وكذا الخدمات اللي يقدمها ونحونا الان تحدثوا معك حمزة عن تطوير هذا التطبيق كيفاش كان بالك في الناس يسمعوا تطبيق كيما هذا يقول لك بالك أجانب اللي داروا تطبيق هذا نو أنا نقول لك بالي هذا التطبيق سي 100% أجيريا سي 100% جزائري يعني شباب الشباب كيما قلت لك الموين داشته شباب لسي أنتخ 25 عام 35 عام عندو حتى علاقة بتطبيق أجنبي بالك الأفكار فلا تكنولوجي ما تقدرش تقول أجنبي والجزائري بسكي سي المونانتي لا تكنولوجي سي لا تكنولوجي مي هاد التطبيق شي زائري يعني الديفلومبون تعو كيفاش تطور تطور هنا في الجزائر اللي دي تعو ولا الناس اللي ما يصهروا عليه كل يوم يخدموا عليه سي جزائريين كل شهنايا كيما قلت لك في تيق سراين اللي هاتيق سراين كانت اللي حانتا تزيلاق على عدلوس عندنا لكي مو ويد ميمي اللي لونسمن تعو شهر ونس î لدينا هذه التقدم الأشياء في الحدق المكفر انناكاننا سيئ재 قدنا على تقليل صباحه لدينا أو algo خائف صento ميل لدينا قد تعليل مع ديشارس يعني ناس اكتف لهم نشتو ومدير وكلش عنا بلس دو 3.000 تراجي جس كمانتنا يعني 3.000 كمي قولوا تراجي هاو شي كبير 3.000 تراجي جس كمانتنا وعندنا التعني دي كندكترس فام هي كمانتنا التعني دي كندكترس همي يبروبوزيو في تراجي ورامي نشتو هذا صافي فريمان بليزيغ حتى انو الكل يساهم في هاتطبيق اكزاكتما 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 هاته التطبيق هو الاول من نوعه في الجزائر يعني كانو قبل دي زيدي تعليقو فاتش راجوا لسيارة المشتركة ميلي كانو مقبل سيجو سيتي دي غروب في فيسبوك مي باش تكون اي ابيكاتيو مي باش تكون اي ابيكاتيو مادرناها بحاجة اوفيسيال حاجة بروفيسونال وان تسهل لك تكون اي ابيكاتيو في تليفون تقدر تسهل لك يعني توب اخطو تقدر تشوزي لتراجي تاك هذا يعني يا حمزة اليتم كان اول تحدي لكم انكم تقوموا باستحداث تطبيق الكتروني مئة بالمئة جزائري يساهم في مساعدة الاشخاص في مختلفة تنقلتهم اليومية لحقنا الى نهاية او ختام برنامج جيليوم لهذا الخامس في الاخير حمزة اليتم ممكن نعرف بلك ما هي انت ما هي مشاريعك المستقبلية ولمانا حتى مشاريع المستقبلية لهذه المؤسسة طموحاتكم كذلك طموحاتنا نبدأ بالمؤسسة احنا عنا مشاريع مستقبلية كما يقولوا مستقبلية احنا مستقبلية احنا احنا مستقبلية جيليليوم جيليليوم